سجلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من أربعين حادثة خطرة تؤثر على محطات الطاقة النووية الأوكرانية منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا وقال رفيالي جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لحسن الحظ لم يقع أي حادث نووي حتى الآن وعلى الجميع العمل بكل طاقة لتقليل فرص حدوث ذلك وتابع أنه في العام الماضي تعرضت العديد من محطات الطاقة النووية الخمس وغيرها من المنشآت في أوكرانيا للقصف المباشر فيما يعد انتهاكا لكل ركائز ضمان السلامة والأمن النوويين في النزاعات المسلحة